ما هي خطوات تأليف الكتاب؟ أو كيف أبدأ فعلياً بتأليف الكتاب؟ أنا دائماً بما يتعلق بالكتابة أقول لابد أن الشخص يسأل نفسه أسئلة أقول هذه الأسئلة من أنا؟ ليس أقوله مصمم من لديش هذا التصميم يعني ممكن أن يصمم الكتاب تنسيق الكتاب في آخر عالم من الأشياء المهمة استخراج رقم الإيداع فماذا يترتب على عدم استخراج رقم إيداع لهذا الكتاب؟ وفي نظام آخر نظام مناصفة يعني الناشر يتحمل 50% والمؤلف يتحمل 50% من التكريفة الجمالية تكريفة الجمالية لطبعة الكتاب المكتبات الإلكترونية والمتاج الإلكترونية أصبحت ناجحة ربما أكثر من المكتبات الواقعية السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله وأهلا وسهلا بكم مشاهدين ومستمعين الكرام في لقاء متقدد من لقاءات منصة برزة كيف أبدأ بتأليف كتابي وما هي مراحل نشر الكتاب بعد ذلك خطوة بخطوة وماذا تعني عبارة الحقوق محفوظة للناشر أو للمكتبة وكيف أستخرج رقم الإيداع وغيرها الكثير من المحاور التي يبحث عنها الكتاب والمؤلفون نتباحثها اليوم بمشيئة الله تعالى مع الأستاذ سيف بن سليمان المنقي حياك الله أستاذ سيف حياك بياك يا خير عدنان وأرحب بالمشاهدين ومستمعين وأشكرك من هذا اللقاء وأسأل الله تعالى أن يكون اللقاء فائدة وإستفادة وشيق إن شاء الله أمين بإذن الله تعالى بارك الله فيك الأستاذ سيف بن سليمان المنقي هو مؤسس ومالك مكتبة بذور التميز وهو كذلك خبير طباعة وتسويق الكتب كما أنه قدم العديد من الدورات في هذا المجال كيف أؤلفه كتابا كما أنه ألف كذلك بعض الكتب المتعلقة بهذا الجانب كيف أؤلف كتابا وكيف أقوم بتسويقه بعد ذلك أستاذ سيف في البداية نريد أن نعرف ما هي خطوات تأليف الكتاب أو كيف أبدأ فعليا بتأليف الكتاب ما هي أهم الأسس التي أبني عليها كتابي في البداية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد والآله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم الله بركاته بسلام عليكم قبل أن نبدأ بالإجابة على السؤال ننوه أن التأليف حقيقة أن أصبح علم وفن علم له ضوابطه وقواعده ونظرياته وأسسه وفن يعني باعتبار أن مهارة تكتسب بالتدريب والمعرفة الممارسة ممتاز بخصوص كيف أبدأ بالكتابة لا بد الجميع يعلم أن الكتابة مثل أي مشروع يبدأ بالفكرة فكرة إذا تعمقت حول هذه الفكرة أكيد يعني سوف يعني مثل ما يقال أذهب بخيالي بعيدا نعم وسأقوم بالتحليل هذه الفكرة لهذا هنأقول بداية أي عمل الفكرة كميل مثل تأسيس منزل مثلا يحتاج منك إلى فكرة كيف تبدأ بتخطيط وغيرها ثم بعد ذلك تبني بقية الأمور كل شيء أنت تلاحظ أي حاجة في التبدأ أول شيء خاطرة تحولها فكرة الفكرة تشغل البال لما تشغل البال تتعمق فيها كثير لما تتعمق دي مسألة التحليل هذه التحليل كانت داخل في خطوات الإجرائية جميل فأنا دائما بما يتعلق بالكتابة أقول لابد أن الشخص يسأل نفسه أسئلة نعم أقول هذه الأسئلة من أنا من أنا مقصول هنا أن تعرف نفسك لنفسك أنا عندي قاعدة أنت من تعرف نفسك أكثر من غيرك أكثر من غيرك لأحكام الآخرين ربما صح أو خطيئين تحتمل الخطأ أو الصواب تكون منحازة ربما أو خلفية خاطئة أو ما شابه ولكن أنت أدرى بنفسك ونقصد هنا أن تحدد نقاط القوة لديك نحن في الكتاب واش نقصد نقاط القوة نعم المواهب نعم هوايات مهارات الميولة بشكل عام القدرات ونجملها فيه رغبات جميل تكتب هذه في ورقة وأنا أنصح بالكتابة بزمك عن صفحة صفحتين أو ثلاثة صفحة يعني مهم الكتاب ما مقرد كلام تنمية بشرية وغيرها لا مهم الحقيقة لأنك أنت أنت لما تحدد نقاط القوة عندك تعرف أنت واش باغي أصلا هي المسألة أنت واش تريد نعم مثلا الكتابة يعني تحدث لاحقا عنواع الكتابات وعنواع التأليف جميل فأنت لما تضع نقاط القوة تحدد هذه تنتقل أسواء لآخر تسألوا آخر يعني ماذا أكتب أنت الحين عرفت هواياتك مواهبك أنت عرفت نقطة القوة اكتشفت ذاتك بعد ذلك ماذا أكتب يعني شخص مثلا خلاص هو عرف من ضمن نقاط القوة عند الشعر نعم طيب إذن الفكرة هنا معروفة أنت منتوقع أن أكتب كتاب عن الشعر نعم فإذا ماذا أكتب إذن حددت النقطة الثانية سؤال آخر إذن لماذا أكتب يعني الحين خلاص أنا عرفت من أنا وعرفت ماذا أكتب لماذا أكتب لماذا أكتب إذن تحدث عن الغايات غايات أنا لا أكتب هذا الكتاب ليش أكتبه يعني غايات المؤلفين كثيرة كثيرة ربما كنت أتعمق من خلال الأسئلة القادمة أيضا نقطة أخرى المهمة بعد ما عرف لماذا أكتب لي من أكتب الفئة المستهدفة فئة المستهدفة قراء هذا الكتاب مستقبلا نعم لأن ربما قد يكون من ضمن الغايات يعني جانب مادي شيء تجاري وهكذا يعرف يعني أخوة في ريالة العمال قبل أن تفتح مشروع أخونا بدراسة جدوة اقتصادية دراسة جدوة نعم دراسة اقتصادية هذا موضوع طويل أيضا بحدث ذاته من ضمن لهذا تحدد احتياجات المجتمع ممتاز فأنت لما تقول لمن إذن تتحدث هنا عن من سيقرأ هذا الكتاب جميل أيضا من ضمن التساؤلات بعد أقول لمن أكتب كيف أكتب هذا هنا تحدث عن الخطوات المنهجية المنهجية هنا يضطر أنه يعني يكتسب معرفة بما تلقى بالخطوات إذن استساف لو بدأنا من البداية البداية أعرف ذاتك من أنت نعم ثم بعد ذلك ماذا تؤلف ماذا تريد أن تكتب في أي مجال في أي جانب ثم بعد ذلك جمهورك لمن أكتب نعم وبعد ذلك الآن الخطوات الخطوات العملية لبدء الكتابة تخطيط العام تخطيط العام جميل لا بد أن تضع خطة أنا حتى لا أحقق هذا الحلم عند الحين لا بد أن يكون في خطة إجرائية لذلك ما سالف أن أنا أسوي أهداف وعندي هدف كذا كذا واحد اثنين ثلاثة أربع وتسمي حلم استسيف إن التأليف للكتابة هو حلم حلم نعم والأحلام لا تتحقق هكذا يعني في الأصل لا بد أن يكون في خطة إجرائية نعم لذلك كيف أكتب هنا خطة إجرائية هنا مبهدين ثلاثة أربع طبعا بعد المامك بهذه الخطوات معرفيا في سؤال أيضا في سؤالين مهمين حقيقة وهو يعني مت أكتب وأين أكتب متى أكتب وأين أكتب متى أكتب هذا السؤال وبعدين أين أكتب طيب أنا خدت المحاور العامة التي يريد الكتابة فيها ليش ما أكتب ليش ما أبدأ مباشرة هنا بنتأمق نحن في الأداء هي المسألة هنا في عوامل كثيرة أه يعني على التعملت هذا السؤالين يكون موجود لأن بعض الناس يربطوا الكتابة يعني وهذا النوع من التسويف أيضا نعم أنا ما أسوي كذا إلا أنا ما أتزود إلا ما أشتغل وكاراتب كذا أنا مثلا ما أروح الحج إلا كذا فالتسويف موجود فنفسي شيء في موضوع الكتابة نعم أنا في هذه النقطة لا أبقى أنك أنت هذا وده التحدث دائما في تحديد الأهداف لا بد يكون مدة موجودة محدود بمدة معينة لذلك نلاحظ الاستراتيديات الخطة الأولى الخطة طويلة المدى قصيرة المدى أو الاستراتيجية الخمسية كذا نعم فهذا يجب أن يكون هدف في فترة زمانة حتى ما يكون شيء مفتوح أيها شيء لما يكون شيء مفتوح فتحقيقه غالب يكون يتأخر أو ربما لن يتحقق يكون وضع أشوائي أشوائي كثير نعم والأشوائي هي بالضيع لنا في أمور كثيرة ممتاز جميل أين أكتب؟ ليش أعرف أي المكان؟ أين أكتب؟ لأن غالب العامل للتسويف يرتبط أحيانا بالبيئة أنا أخر الكتابة ليش؟ لأنها لا عندي مكان للكتابة أو أنا مثلا أقول في البيت عندي أولاد ما أفضل البيئة ما مهيئة؟ أه البيئة ما مهيئة إزعاق وكذا فهو يقول ما محدد المكان فلذلك حتى النسوالين هذا صورنا في ربط لأن ليش ما تكتب حاليا؟ لأن حاليا مشغول بعمل وما حصل مكان في العمل ليش كذا؟ لأن في البيت حاليا عند أولاد فأنا بكتب في الصيف أنا ممكن بسافر بروح ممكن لعمر وبكتب كلمتي وبروح سافر مثلا الماليزيا وبكتب كلمتي نعم نزين ففي ربط فوجود المكان أحيانا بعض أنواع الكتب هذه النقطة مهمة جدا بعض أنواع الكتب وأنواع التعليف تحتاج إلى هدوء نعم تحتاج إلى مكان جميل هذا يتطبط أيضا في قضية أيضا المذاكرة في بعض في مواد تحتاج إلى التركيز تحتاج إلى مكان هادي وفي بعض المواد تحتاج إلى فهم وتجربات فيمكن في أي مكان معين فأيضا حتى قضية التعليف فالمكان أحيانا مهم وأنا ذكرت في كتابي حول من أن أؤلف كتابا إن المكان ليس عائق المكان ليس عائق ليس عائقا مستحيل ما يكون عائق بدامة الأمور ماشي الخطة عندك واضحة الاستراتيجية عندك واضحة لأنه يمكن أنك أنت تقسم موضوع الكتاب مش هتكتب كل يوم خمس صفحات عشر صفحات كميل طيب الآن مرينا بكل هذه الخطوات نعم وفعليا كلها متوفرة وأريد أن أبدأ فعلا في مرحلة كتابة الكتاب نعم البعض مثلا يبدأ من الفهرس يعني يعني يعد الفهرس ثم يملأ الفراغات يعني العناوين الفرعية هل تنصح بهذه الطريقة مثلا وهل تراها فعلا مجدية هي مسألة الفهرس هو يسموها منهجيا نحن يعني قضية الفهرس هذه مأخوضة في الأصل الأصل من المنهجية العلمية البحوث البحث العلمي نعم هي يسموها خطة خطة الدراسة وخطة البحث أو مخطة البحث مثل طلب الدكتوراه طبعا يعرفوا هذا الشيء والماجستير وحتى مثلا البكاليريوس خاصة كلية علومة الشرعية ممتاز فلابد أنه يكون يعملوا مخطط هذا المخطط عبارا أفكار يعني ربما بعضها أفكار رئيسية تندرج تحتها أفكار فرعية نعم يعني كخريطة نقول كخريطة ذهنية للمحتوى ممتاز ولكن هذه الخريطة أو هذه الخطة أو هذا المخطط قابل للتعديل إلى آخر لحظة نعم فهي عبارة رؤوس الأقلام فقط لأنطلق لكتابة المسودة الأولى ممتاز المسودة الأولى الأخوة في التأليف ومن يدخل في عالم التأليف في بعض الكتب لابد من هذه الفارس لابد من أن يوجد مخطط لما نتكلم الكتب مثلا عبارة عن جمع جمع مفرق وهذا من غايات أيضا من غايات التأليف أيضا من غايات البحث العلمي جمع مفرق فلا بد يكون أنه خطة واضحة وقريبة من خطة المنهجية العلمية ممتاز لما نجي أيضا في كتب مثلا اللي هي أصلا في الأصل اللي هي رسالة رسالة أكاديمية فهي منطقية أنه فيه التزام بالمنهجية العلمية إذن فيه مخطط وفيه خطة وفيه أفكار رئيسية ولكن الكتب الإبداعية هي من إبداعات الشخص ذاته مثل الشعر أحيانا بعض الخواطر بعض النصوص أحيانا ما تكون لك فيه أفكار رئيسية لأن بعضها عبارة مثلا عن مقالات جميل يعني مقال وفيه عنوانه ورح فمجر أنه ما أنتهي من هذه المقالات ومن هذه النصوص الأدبية الخواطر أجمعها في كتاب أجمعها في كتاب وأضع العنوان وأنشرها جميل طيب أستاذ سيف الآن انتهى المؤلف من كتابة كتابة وقبل أن يشرع في مراحل إصدار الكتاب متى فعلا يتحقق أن كتابة أصبح جاهزا للنشر نعم هنا نقطة مهمة في الخطوات يجينا أن نفصل الخطوات الفعلية للكتابة فتبدأ مثل ما ذكرنا بالفكرة الفكرة نعم الفكرة هذه لا بد نحسن اختيارها نعم جميل اخترنا الفكرة كيف نختار الفكرة هذه طيب وقبل هذا أين نجد الفكرة في التعليف أين نجد الفكرة ربما هذه الفكرة نجدها من خلال المجتمع احتياج المجتمع احتاج إلى فكرة معينة إلى معلومة معينة تنقصة مثلا كذا يعني أحيانا قد يكون حاجة المجتمع لبما قبل الفضول عندي أو وجود تساول عندي جميل يعني لذلك مثلا أقوى أنواع البحوث هي لتكون عبارة عن مشكلة جميل هذه المشكلة ربما أنا شعرت بها نعم تألمت ربما من هذه المشكلة جميل وربما هذه المشكلة شعر بها الآخر أو المجتمع ممتاز نحن الآن في المعبيدة نعم وربما شعرنا بمشكلة الزحمة اختناق مروري اختناق مروري جميل الآن يمكن هذا الاختناق نستنبط فكرة لتأليف كتاب فكرة لتأليف كتاب أو فكرة الإجراء بحث حقيقي أنا مثلا قاعد لبالي الحين الطرق العملية للتخلص من الزحمة مثلا أو الطرق العملية لاستغلال الزحمة يمكن نحن نتحدث عن الزحمة هذه الزحمة ترى فيها البعد البعد الاقتصادي نعم يمكن شخص ينظر إلى هذه الزحمة لنظرة اقتصادية جميل يعني كيف تح مشروع معين ممتاز استغلال ونحية الثانية البنية التحتية يمكن نظر نظرة تنموية البنية التحتية نعم يعني وننظر إليها أيضا قضية يعني بالسلبة قضية تزحق الأنفس نعم يعني الحوادث وغيرها تلوث البيئة مثلا كلي جميل واضح فيمكن من هذه المشكلة التي نحن نتعنيها يمكن تنطلق دراسات كل واحد حسب ما يجعل اللي في الاقتصاد يمكن يحصل شيء صح اللي في بال راعي الدعمال يمكن يستفيد هذه الدراسة أنا قدر أفتحني مثلا المدرسة أو مركز صحي أو قصة العيادة خاصة مثلا أو صدلية أي مشروع أو مجمع التجارة وانت تلاحظ المعبيلة حاليا ربما من أكثر قرى مشاريع التجارية نعم باللغط طيب معبيلة تعتبر قرية حتى الآن بسبب كثرة السكان وسبب التنمية المتسارعة فيها أي يعني إذا واحد عمل دراسة المدارس الخاصة الموجودة في ولايات السيب ويجي في معبيلة ما يطلع أقل أنك مستعشة مدرسة عشرية طبعا هذا نموذج من النماذج لكيفية استغلال الفرص والخروج بفكرة لتهليف كتاب مثلا فأيضا نفس الشيء وقس على ذلك كل شخص مثلا في ولايته في محيطه وما إلى ذلك نعم طيب الآن كتب الشخص الكتاب هل من المهم مثلا أن يعرض على أحد أن يقوم بمراجعة مثلا إملائيا أو ما شابه أنا حقيقة خاصة لما تكلم بلغة صاحب مكتبة نعم نحن عندنا تدقيق من ضمن المراحل الفنية عند الأساسية أساسية يعني ولو جاءنا الكتاب نحن خلاص نحن اللمسات الفنية اللمسات الفنية هي الشغل ربما شغل المكتبات للمسات الفنية لابد نتأكد من التدقيق اللغوي نحن نتأكد أن هذا الملف تم مراجعته لغويا هذه مرحلة قبل قضية التصريح واستخراج موافقات وزارة العالم نعم فلابد هذا الكتاب يؤرض وهذا الكتاب يؤرض إلى أشخاص يعني المتخصين في التدقيق اللغوي نعم ولما نقول نحن متخصين وعنده خبر لا يعني هذا شخص لديه دكتوراه في اللغة العربية وأنه معلم اللغة العربية نعم التدقيق أنا أقول هو علم وفن أيضا ممتاز علم وفن يعني ليس كل معلم اللغة العربية يتقن كل خريجي اللغة العربية يعني متقن تدقيقه اللغوي وقد يكون مثلا غير متغص في هذا المجال لكن لدي ممكنة في اللغة العربية حكذا وبإمكانه أيضا أن يقوم بالمراجعة فنحن دائما نقول الكتاب يعني لابد يسند تدقيقه إلى شخص متخص عنده خبرة أنا دائما أسأل لمدينة مثلا شخص أنا مدقق لغوي طيب إيش الخبر الموجودة في التدقيق أعطيني كتاب وأحن تدققته أعطيني عن أوين مثل رسائل التي تدققتها فمن خلال هذه رسائل وهذه النماذج أنا أستشف أن هذا مثلا عنده خبرة صاحب الكتاب حر أنه يبحث عن من يثق فيه نعم أو يفوض دار النشر مثلا يفوض دار النشر جميل يفوض دار النشر وأيضا في نقطة أخرى أيضا قبل مراجعة اللغوية أيضا فيه مراجعة منهجية 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 الأفكار العلمية الواردة فيه وما إلى ذلك يعني نحن عنواع أننا ذكنا في التعليف في عنواع أيب نعم مثلا شخص الذي كتب مثلا رواية أيوه وربما شخص هذا لديه موهبة في كتابة الرواية نعم ولكن أسس كتابة وقواعد كتابة الروايات فيفضل أن نعطي شخص لصاحب خبره في روايات يفند هذه الرواية يراجع نعم وإيضا قضية أيضا كتابة المسرحيات نعم في بعض أشخاص يعني بعض الكتاب خصوصا الكاتبات عندهم موهبة كتابة المسرحيات ولكن هل هذه المسرحيات مقسمة حسب الأحداث وشخصيات والفترة الزمنية لحسب وهذا ينطبق أيضا حتى قضية أحيانا القصائد الشعرية أيوه فهي المسألة لابد من المراجعة المنهجية ممتاز مراجعة المنهجية نعطي هذا لمن لديه خبرة في الميدان في الموضوع نعم كل شخص بفنه الذي يتقنه بدون نظر إلى المآحلات نعم جميل واضح جدا جزاك الله خير استرسيح ما زال لدينا الكثير من الأسئلة ولكن إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل القصير إذن أعزائي المشاهدين المستمعين نخرج إلى فاصل قصير ونواصل بعدها بمشيئة الله حياكم الله مشاهدين ومستمعين الكرام نستكمل معكم خطوات تأليف الكتاب وطرق النشر مع الأستاذ سيد بن سليمان المنجي حياك الله استرسيح حياك وبياك أخواننا استرسيح هناك الكثير من الأشخاص الذين يستفسرون ويتكرر هذا السؤال كثيرا ما هي الخطوات العملية لنشر الكتاب يعني الآن المؤلف انتهى من تأليف كتابه يعني وين يتوجه بعدين كيف ينشر كتابه مثلا ماذا يجب عليه أن يفعل بعد انتهائه فعليا من تأليف كتابه خطوة بخطوة نعم بعدما ينتهي الكاتب من كتابة نستطيع أن نقول المسودة مسودة الكتابة والملف نعم هنا تأتي مرحلة البحث عن النشر نعم يبحث عن النشر النشر هنا طبعا مكتب أو دار النشر جميل هناك طبعا في فرق بين مصطلح مكتب ومصطلح دار النشر مصطلح دار النشر مصطلح ربما عم وأكثر من مصطلح المكتبة نعم فلذلك لابد أن المؤلف هو هذا أو الكاتب يحسن اختيار المكتبة ممتاز وأنا دائما أنصح أن شخص يعمل بحث بحث مصغر نعم يجمع فيه بيانات المكتبات يعني إيش أهم المعايير اللي من خلالها يتطمن أن فعلا هذه المكتبة أو دار النشر ممتازة وهي المناسبة نعم طبعا هو مجرد ما يختار لما يجمع عنوين وبيانات المكتبات يستفسر هذه المكتبات ما هي عمالة أنتجت هذه المكتبات نعم هذا النقطة الأولى نقطة الأولى حركتها في التسويق نعم قبل ذلك مثلا جودة الإصدارات وأيضا يتأكل فيما يتألق بالنظام هذه المكتبات بحيث نظام الطباعة واضح يعني هناك الطباعة في أكثر من نظام هل مثلا كل شيء يتحمل المؤلف أو أنه فيه نظام مناصفة بين الطرفين جميل بنتطرق اللي بالتفصيل نعم فهذه النقاط كلها لابد ينظر إليها بعين الاعتبار ممتاز بعد ذلك أنه يختار المكتبة المكتبة ما هي العمال التي تقوم بها ماذا تقدم المؤلف إذن نعم المكتب هنا مجد ما تستلم هذا الملف وأنا مثلا أتكلم كخطوات الإجرائية العملية لدينا نعم نعم الخطوة الأولى نحن نراجع لكتاب منهجية نعم ممتاز فيه ملاحظات تتلقى من وزارة العلام ملاحظات ربما يعمل إشكالية من المجتمع ملاحظات من حيث الكتابة المنهجية لكتابة العلمية وغيرها نعم أو الأختار الإملائية حتى هذا أختار ما تنتقل إلى الخطوة التالية هي خطوة تدقيق اللغة نعم بعد المراقعة العلمية المنهجية تأتي للتدقيق اللغوي ممتاز تدقيق اللغوي ستكون صريحة جدا أن الكتاب هذا مثلا أنا غير متخص في اللغة العربية لذلك أنا أخذ هذا الملف وأرسله إلى المدقيق أنا المدقيقين في فريق العمل يطل على الكتاب إذا في احتاج تدقيق لا بد من التدقيقه وأنا دائما أقول مهما كلف التدقيق شيء لا بد منه لا بد منه طبعا لا بد منه احتراما للقراء نفس الشيء احتراما للقراء واحتراما للغة الكتاب نعم احتراما للقراء واحتراما لغة الكتاب نفترض أن هذا الكتاب باللغة الإنجليزية أيضا أبود أيضا يمر على المتلقيق اللغة الإنجليزية بعد هذه المرحلة تأتي مرحلة التصريح وزارة العلام وهو قضية استخراج رقم إيداع دول المحلي ممتاز وربما نتعمق أكثر شي ليش نحن نتعب ونأخذ موافقات وزارة العلام هنا في بعديل حقيقة في هذا الموضوع نعم بعد التصريح تأتي الخطوة التالية خطوة تصميم الغلاف نعم والتصميم الداخلي البعض يتوقع أو يرى أن التصميم هو عبارة استخدام أدوات الورد نعم على أتوقعنا هذا هو التصميم الداخلي أعمالي التنسيق لذلك أطلق إخراج فني لا أطلق عليه التنسيق لأن التنسيق اللي يكون يستخدم بالأدوات الورد التصميم تتم ببرامج خاصة بالضبط للناس متخصصين والناس متخصصين في تصميم الكتب ليس كله مصمم يمكن ولدينا تجارب ليس كله مصمم من لديش هذا التصميم يعني ممكن يصمم الكتاب تصميم إعلانات مختلف تصميم بطاقات العمل مختلف تصميم رسائل رسمية مختلف تصميم مشاعرات مختلف تنسيق الكتاب في آخر عالم وحتى تصميم الكتب الإكترونية نعم يعني ربما تجد أشخاص متمكنين في تصميم الكتب الإلكترونية والكتب الإلكترونية تقدم تصميمها حتى بالورد صحيح ولكن تحويل هذا الملف الإلكتروني هذا الكتاب الإلكتروني هذا وحوله إلى كتاب ورقي نعم جاهز بالمواصفات الفنية والألوان وغيرها من هذه العملية هذه الخطوة لا يتقنها إلى شخص متمرس نعم ضبط المقاسات صحيح أحيانا لمدينة شخص تمكننا من الكتاب جاهز للتصميم وكذا حادث الفضائح تأتي من المطابع إن الغلاف مقاسه مثلا أفقي والكتاب عمودي هو إن مقاس الغلاف مثلا أكبر من مقاس الكتاب جودة الصورة نوع من الضبابية هذا دريد أن هذا الكتاب لا يوصل من برامج مساحات الاقتصاص مثلا غير موجودة وغيرها من الأشياء هذه كلها في ذلك نحن نبحث عن مصمم متمكن لديه خبرة تحويل ملف إكترون إلى ورقي ليس كتاب إكترون فقط يباع في مواقع ماجونة أو مواقع الإكتروني لغاية لأن الأنسان بذل قصارى قهده ولبابة عقله وأفكاره في إخراج هذا الكتاب فكيف يظلم في النهاية بتصميم ضعيف يقتل هذا الكتاب ترى كذا وأيضا مثل ما ذكرت في التدقيق مثل ما ذكرت في التدقيق مهما كلف موضوع التدقيق اللغوي أقول مهما كلف التصميم لأن التصميم ممكن تستخدمه مدى الحياة نعم صحيح بالضبط تصميم هذا النقطة ونقطة أخرى التصميم يعني الفنيات الموجودة فيه نعم الذوق الذوق فيه طيب فلذلك الآن هنا نعيش في عالم طغط المظاهر تقول صراحة صحيح لذلك بعض يحكم الكتاب من غلافه وإن كان بعض يقال لا تحكم على كتاب من غلافه ولكن الناس يحكم أحيانا من كتاب من غلافه يشد ولا ننسى أيضا من جودته بالضبط لذلك أيضا التصميم أيضا يدخل في مسألة التسعير بعدين صحيح كلما كان الكتاب جودة عالية كلما كان أيضا السعره أعلى عالي أعلى نعم نعم جميل الخطوة اللي بعدها بعد الخطوة التصميم بخراج فني أصبح الآن الكتاب جاهز للطباعة جاهز للطباعة ممتاز جاهز للطباعة تتبقى فقط مسألة الأوضوح لمواصفات جميل لأنه لا يمكن أن تحدد تكلفة طباعة أي كتاب إلا ببروز المواصفات مواصفات الكتاب إذن المواصفات أنت تعرضها على المؤلف أو بنفسه يعني يقول لك أريد مواصفات فلانية في الطباعة دائما أنا أحب نعم أنا أعرف ماذا يريد المؤلف تقس النبضة يعني مثلا غلاف كرتوني يفرق عن غلاف ورقي تكلفة عالية نعيث الورق مثلا نعم نظام الألوان ولذلك المدينة أحيانا بعض المؤلفين نعم لديهم كتاب نموذج ممتاز يعني كتاب الكتب التي تبع جاهزة قل أنا أريد مواصفات لكتاب مثلا غلاف كذا أريد نوع الورق كذا أريد مثلا كميات كذا وأيضا طبعا مهيث المقاس وغير هذا شيء واضح نعم إذا وجدنا أن المؤلف الصورة لديه واضحة ممتاز يعرف ما يريد يعرف ما يريد إذا نحن علينا هنا نجمع ما بين ما حدده المؤلف وأيضا على حسب عندنا نحن كالفريق نعم هل إن الموضوع هنا إن هذا الكتاب حاليا بهذه المواصفات مناسب أو لا إذا مناسب نعطي المؤلف السعر ونقول إن هذا السعر بناء المواصفات كذا فالخلاص إن المواصفات تحدد تكلفة الكتاب جميل تحدد تكلفة طباعة الكتاب فلذلك نحن إذا لدنا تحدث المعايير معايير تحديد الكتاب في أي مكان نحن وضعنا معايير وذكرت هذا في كتابي أول شيء لابد تحديد مقاس الكتاب لابد هل مقاس وإي فايف ولا إي فور ولا سبعتاش في عشرين ولا مقاس التسعطاعة عرضي أو مربع لابد نعم تحدد المقاسات هذيرا بالدقة عدد الصفحات وهذا نقصة مهمة جدا أننا نقص بعدد الصفحات عدد الصفحات التي تظهر بعد التصميم نعم وليس ملف وورد صحيح يقول لا لأن بعد التصميم كل شيء تغير بالضبط ربما نوع الخط أحجم الخط مقاس الملف نعم بعد تحديد العدد الصفحات لكتاب نأتي مرحلة هل هذا الكتاب ملون أو غير ملون لابد نحدد إذا كان ملون هل لونين أو أكثر نعم ما تجاوز إلى ثلاثة ألوان يعتبر ملون كله نعم يطبق عليه الحكم هكذا نظام المطابع ممتاز وإذا كان أسود هذا أيضا متعارف لابد نحدد أيضا هل هو الكتاب ملون أو غير ملون نعم نقطة الرابعة نوع الورق الورق أنواع كثيرة جدا مثل يعني عندك الورق يسمها الشاموة شاموة هذا القريب لورق المصاحف الأصفر الأصفر هذا النعم هذا يطلق على الشاموة هذا يعتبر فخم من أفخم الأنواع أفخم الأنواع وأغلاها العذا وأغلاها تنافسا ما الورق النوع الآخر بلكي البلكي البلكي طبعا هو نفس الشاموة لكن الفرق في أن البلكي هذا نوع الخشب ويكون خفيف يكون أثقل شوي نعم إذا صار إقبال على الشاموة فمن المتوقع أن الشامو يكون سعره أعلى عرضه طلب إذا صار بلك أكثر طلبا متوقع البلكي أعلى من الشاموة هذا صارت عندنا كثير إذا لابد يحدد هذا النوع الورق أيضا الأبيض الورق بعض الناس يقولون أن أريد ورق أبيض الماتس يسمى أو لا الورق الأبيض العادي هذا نعم مثل مناهج الدراسي والمتعارف عليه يفور نعم الورق الأبيض هذا العادي فيه مقاس 70 فيه مقاس 75 فيه مقاس 80 فيه مقاس 100 نعم وكل مقاس الغرام له تكلفته وله مواصفات الثقل غرامات يعني 70 جرام 80 جرام نعم 100 جرام نعم وكل ما زر على الغرامات يزيد ثقل نعم وبعد ذلك يزيد عرضه هو وزن نعم فلذلك هنا نستخدم الأوزان نعم هو وزن 70 75 80 90 100 ووضح فهو وزن غرام وليس مقاس وزن غرام نعم إذا جينا إلى الورق المسقول نعم بعض الناس قلنا أريد ورق المسقول طيب ورق مسقول فيه غرام فيه أوزان أيبا وكل وزن هذا يختلف سعره بطر إذا أنت ما عرفت وشتري النوع الورق فهذا المكتب سوف تسعر هذا السعر وهذا المكتب هذا السعر لماذا بناء إلى الوزن الورق المسقول واضح أيضا الورق المسقول فيه نوعين رئيسيين من غير الوزن النوع أنه فيه ورق مسقول قابل للطبع قابل للكتابة ويطلق عليه تبعا باختصار أرت أرت نعم هيوه طيب يقول أرت مات يعني مسقول يعني لما تكتب فيه بقلم ما يمتسح مثلا خلاص الأرت يمكن نعم الأرت يمكن تكتب تكتب وتمسح هذا غالب الكتب المدرسية وغيرها لا هذا الكتب المنهج الأجنابية أكسفورد الكتب هذي الهيدوي وغير هذا الكتب هي أرت يعني مائل المسقول يعني فيه نوع من اللمع لكن خفيفة فهذه قابلة للكتاب وفيه مسقول غير قابل للكتاب وهذا قريب من وراق المجلات وغيرها ممتس فهذا أنواع الورق لابد يكون الشخص يحدد أنا حقيقة أي كتاب شخص لأشوف المؤلف لا يستطيع أن يحدد أنا وحدد بناء الاطلاع على الكتاب تعطي أفضل المواصفات ممكن أو حسب ميزانيتها مثلا تحدد الله أنا على حسب الكتاب هذا مع الورق المناسب ممتاز يمكن مناسب كذا أو كذا أو كذا مثلا نتكلم لكتاب الملون نعم لكتاب الملون لا ينصح طباعته للبلغي صحيح لأن يمتص الحبر ولي أن ينصح كتابة طباعته على الورقة الشاموة نعم وكذلك لحل أغلب أيضا كتب ما له داعي طباعة الورقة المسقول للعمل لأن أصلا من حيث صحي وطبي نعم لأن يعكس الضوء يعكس الضوء خاصة في كتب الأطفال ممتاز فلذلك نحن نطلع على الكتاب ومثل ما نقول دائما ننصح أن المؤلف إن كان لا يعرف يذهب للمكتبة ويطلع على العينة شيء على الواقع الواقع أفضل شيء نعم أفضل شيء ينستقر يقول مثلا نريد هذا النوع وهذا النوع إلا أن تعطي الصلاحية ثقة تامة للشخص يستحق صاحب الخبره في الموضوع ممتاز أيها طيب بالنسبة للطباعة داخل وخارق السلطنة هل هناك فروقات معينة لمستوها من واقع تجربة فقط في نقطة من ضمن الخطوات نعم إذا كانت تحديد نوع الورق من ضمن المعايير إذا كانت معايير نوع الورق إذن معيار آخر نوع الغلاف نعم هل أنا لديه غلاف كارتوني طبعا الغلاف الكارتوني ويطلق عليه هارد كفر نعم معروف نورق الغلاف هذا فاخر كارتوني قوي فاخر قد يأتي لامع أحيانا وأيضا غير لامع نعم نعم هذا إذن لبت تحديد نوع الغلاف وفي غلاف هو الورق المسقول المسقول حيانا قد يأتي لامع وغير لامع طبعا الورق الكارتوني العادي نعم نعم هذا قد يختار قد يكون الغلاف نريد الغلاف العادي الغلاف العادي قد يكون 250 غرام قد يكون 200 غرام قد يكون 300 غرام على حسب العوزان فهذا المعيار الآخر ربما معيار الرابع المعيار الخامس الكمية نعم يعني أنت الآن تسأل أن تكلفة طباعة كتابك طباعة 200 كتاب منثل طباعة 2000 كتاب نعم فلابد أنه يحدث كمية نحن وضعنا قاعد لنا طباقة أقل من ألف خلاصة نعم الكمية الآن القاعدة المعمول بها في المطابع وهذا أغلب لمطابع قاعدة معروفة دائما أنصى وأذكر هذه القاعدة كلما زادت الكمية قلت تكلفة النسخة قلت تكلفة النسخة جميل كمية أكبر يعني تكلفة أقل النسخة تكلفة أقل النسخة ممتاز حتى نوضح مثال طبعا مثل ما ذكرت نحن نتفق أن الكمية مثلا ألف نسخة ممتاز ألف نسخة يمكن بناء المواصفات لحددناها مقاس ايفايف ورق مثلا بلكي بإتبار أكثر كتب طبعا ورق بلكي مقاس ايفايف ذكرنا أنه ورق أسود عدل الصفحات حددناها مثلا مئة صفحة الغلاف ثلاثمائة غرام لامع والكمية ألف مثلا هذا الكتاب يكلف ألف نسخة ممتازين وخمسين ريال نعم إذا النسخة الواحدة ممتازين وخمسين بسة صحيح نفترض قاله مؤلف وقال أنا أريدنا خمسمائة نسخة نص الكمية نص الكمية من المتوقع نفس المواصفات هذه مع تغير في الكمية من المتوقع أنه يكلف خمسمائة نسخة في حدود مئة وثمانين ريال إلى مئتين ريال يعني النقص خمسين ريال فقط مبلغ بسيط مع أن الكمية النص نقص منها أيوة الآن سيادة هناك نوع من الاستغراب مفروض يقول في باله أنه يفترض نص المبلغ نص المبلغ يعني يكون مئة وخمسة وسبعين نعم أنسي مئة وخمسة وعشرين مئة وخمسة وعشرين نعم مئة وخمسة وعشرين إذن إذن نوع هذا الاستغراب يعني أنا حصت حقيقة رد عليه في بدايات التعامل ورد منطقي الرد المنطقي الآن أن المطابة هذه لديها عمال نعم وأيضا هناك عامل مسؤول بالطباعة ممتاز وهناك عامل مسؤول بالقص نعم متعبعة القص وهناك عامل بالترتيب الأوراق وهناك عامل مسؤول بالتدبيس وهناك عامل مسؤول بالتغليف جميل فهو الكتاب يمر بنفس المراحل سواء كمية بسيطة أو المراحل فأنا وغيرنا فيه المهندس لإنتاج الفني وغير الموظف المنسخ الأساس إذن هناك أنا عندي موارد بشرية نعم عندي ناس موظفين موظفين كذلك المكائنة هذه نحن نشغل مكينة خاصة بالطباعة الوراق المقوّل الغلاف نعم عندي مكينة طباعة الأوراق عندي مكينة تقطع بعد ذلك التقليد والتجفيف أو تجفيف الأوراق حسنا نشغلها المكان كلها نعم وكذلك نجي لقضية الأوراق والأحبار نعم طيب الآن أيضا في نقطة مهمة قضية الورقة طرح المطابع ما تشتري ورقة لحسب مقاس الكتاب نعم تشتري عبارة عن صفايح شرائح كبيرة بالضبط طيب ربما الشريح الواحدة يمكن يكلف 12 صفحة صحيح يمكن 12 صفحة فلذا المطبع تقول لا أستطيع أن أشغل المطاب وشغل العمال أنزين على 150 ريال على أشياء 500 نسخة فأنا سعى فيك ربما من نوع من الورق نعم أو نوع من الحبر السعى فيك منه لأن الورق متبقي والحبر متبقي ولكن لنعى فيك من المبلغ الذي دفعته لموظفين والعمال صحيح فلذلك منطقي أنك أنت تطبع ألف وهذا ينطبق أيضا 3000 نسخة و5000 نسخة كلما زعت الكمية كلما قلت التكلفة يعني 3000 يمكن نفس المواصفات هذا يمكن الكتاب يكلف 200 بيسة نسخة واحدة صحيح فهناك معايير فلذلك لابد أنك تحدد الكمية جميل جميل والكمية كيف تحددها ممتاز تحددها من هذه التساؤلات السابقة لماذا كتبتنا هذا الكتاب نعم وأيضا الفئة المستهدفة هل له فئة مستهدفة نعم وكذلك ظروف المالية لدى المؤلف ممتاز طيب بعد ذلك طبعا تشرع المطبعة في الطباعة وبعد ذلك أيضا عندما يعود الكتاب إلى الدار النشر أو المكتبة نعم من يتولى بعد ذلك عملية التسويق التسويق هنا دائما شيء بالاتفاق نعم يعني مدام نحن أدنا قاعدة مدام كل شيء تحمله لمؤلف نعم فإن المؤلف هو المتحكم في هذا الكتاب لذلك حتى التصريح حتى الحقوق لما تخرج نعم تخرج باسم المؤلف نعم فلم يتحمل كل شيء فهنا هو يتحمل فهو المتحكم في الطباعة وفي التسويق ممتاز إذا أراد هذا المؤلف بعد أصول الكتاب أن المكتبة فلانية تتحمل التسويق نعم فعلى المؤلف أن يتعامل حسب نظام تلك المكتبة جميل أحيانا المؤلف يريد أن المكتبة من المكتبات تتحمل التسويق بشكل كلي نعم يعني في المعارض وبعب الجملة وخارج عمان الأمكان وبأي وسائل من الوزن يكون حصري لتلك الدار النشر هذيك نعم لكل السعر حصري لتلك الدار وأيضا من أراد نشتري بسعر الجملة أو الجهات الرسمية مع تلك الدار نعم إذن في نسبة مختلفة نعم بعض المؤلفين يقول لا أنا أريد أن تولى أنا نفسك أتولى في موضوع التسويق بنفسه أستطيع أن أبيع من هنا وهنا فأنت يمكن كأنك صاحب مكتبة تكون نافذة من نوافذ التسويق ولكن ليس لك خصوصية أو ليس لك السعر إلى السعر الجملة اللي أنا أتعامل فيه مع المكتبة نعم نعم مواضح فالتسويق ليس إجباريا نعم خصوصا لما المؤلف يتحمل كل التكاليف فهو المتحكم منتز فلذلك دائما لابد يكون مسألة معرفة النظام المكتبات نعم ومثل ما يقال أو قال نبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم نعم صحيح جميل واضح جدا طيب السسيف أيضا نريد الحديث أكثر عن استخراق رقم لداء وغيره ولكن نرجع هذا الحديث إلى ما بعد الفاصل إلى المشاهدين ومساعدين الكرام نخرج إلى فاصل ونعود إليكم بمشيئة الله حياكم الله مشاهدين ومساعدين الكرام نستكمل معكم هذا الحديث الشائق حول عالم الكتب ونشرها وتأليفها مع الأستاذ سيف بن سليمان المنجي حياكم الله استسيف حياكم بياك يا خادم استسيف كذلك الآن من الأشياء المهمة استخراج رقم الإيداع فماذا يترتب على عدم استخراج رقم إيداع لهذا الكتاب نعم وما هي أيضا الجهة المسؤولة عن استخراج رقم الإيداع نعم لما نتكلم رقم إيداع نحن نتكلم عن تصريح نعم نشرطيب على الكتاب نمتاز لما نتكلم عن تصريح نتكلم عن حقوق جميل فالفكرة العام أصلا من قضية تصريح ورقم إيداع هي قضية حفظ الحقوق نعم حفظ حقوق المعرفة وحفظ حقوق الكاتب حد ذاته و يترتب على عدم نشر العول على نشر بدون تصريح يترتب ضيع الحقوق أصلا كأول شيء ضيع الحقوق وبعد ذلك تبعا هي ملاحقة القانونية في الأصل لا يمكن نحن كقانون عندنا هنا لا يمكن طباعة أي كتاب بدون موافقة الجهرة السلمية تبعا هي وزارة الأعلام والموضوع الآن أسهل أن نتسابق أخي عدنان يعني سابقا لشخص الذي أرد تصريح لابد أن يطبع الملف هذا ويأخذ إلى وزارة الأعلام ويقولهم الجماعة الخير هذا كتاب بغى نشره رجعوا ليه نعم الآن أصبح كل شيء متاح إلكترونيا إلكترونيا تفتح موقع وزارة الأعلام وعندك جهاز قارئ البطاقات وبطاقة شخصية ممتاز وتعب البيانات وترفق الملف وتنتظر جميل إذا الكتاب ما في يعني ملاحظات ملاحظات ولا حاجة تتم الموافقة وتحصل رقم إيداع الدولي ورقم معياري رقم معيار الدولي ورقم المحلي ISBN يسمى نعم نعم ورقم المحل هو رقم وهذا تبع حماية مثل ما ذكرت حماية من قضية الملاحقات القانونية حماية قد يكون أمور من النصب وقضية أن بعض الدور ناشي يمكن تطبع كتب بدون إذن المؤلفين تكون في الجانب الآمن يعني دائما جانب الآمن فلذلك أنا دائما أقول يا جماعة الخير يعني الصورة الذهنية الموجودة في عقول هذا البعض لا بد هذه الصورة أن تنتهي وطبعا صورة ذهنية خاطئة يعني تعتبر أن وزارة العلام يعني مساءة العقوبة لا هي مساءة حماية للكتاب بالضبط أنا أبذل جهد في البحث أحيانا أنا عندي كتب عندي بحوث أبذل جهد يوم الأيام يجي من فلان يقول هذا كتاب وهذا بحث من يحميك ما لا يمكن يحميك الجهة للتحميك هي هذه وقضية مثلا لو تحدثت نقطة وجاء شخص من فلان من فلان وقال أنت تحدثت نقطة فلانية أيوه هذا النقطة مثلا ما تعجبني كلها أعذرني أنا عندي تصريح عندي تصريح ومراجع ومرخص للنشاة أيوه ما عندك أي اعتراف لأن أحيانا قد يكون فيه نزاعات بسبب بعض المحتوى بعض المعلومات من جهة للتحميك إن نعم تحميك ويزارة العلام ممتاز حتى قوصة أن أحيانا بعض الجهات أو بعض الكبار الشخصيات يمكن يحاسب أحيانا الكاتب على بعض الأمور طيب استسيف كذلك متى يرفض الكتاب هل هناك من خطوط حمراء مثلا يرفض على إثرها الكتاب ولا يعطى أي تصريح نعم أول شيء نظام الدولة لا يسمح الكاتب يبحر في شيء خالف نظام الدولة هذا الشيء أساسي جميل أيضا شيء يثير رعي العام لا يسمح يعني لوزارة لا تسمح أنك أنت تبحر أيضا في شيء يثير البلبلة في المجتمع نعم وكذلك تطرق العادات والقيم نعم نزين بشيء السلبي نعم نقطة أخرى يعني حديث الموضوع المذهبية أيضا الأقاعدية نعم وكذلك تبعا الأمور أيضا السلوكية والأخلاقية والقبلية والقبلية نعم هذه الأمور كلها محظورة نعم أيوة هذه شيء محظورة منها وأيضا كذلك يمكن الكتاب أيضا يرفض بقى أيضا السرقات الأدبية السرقات الأدبية الأدبية لذلك دائما نقول أنه من مهم إضافة قيمة المصادر نعم لأن إحنا أحيانا أنت لما شخص لم يطلع على الكتاب يعرف أن الكاتب هنا هذه المعلومة نقلها لكن ما أحالها إلى مصدر طيب من صاحب هذه المقولة في أيضا وزارة في هذه النقطة يعني أحيانا تبحث نعم عن مصدر هذه المعلومة لا بد من التوثيق نعم وأنا أقول أن شوف ما يميز التعليف نعم الكتب عن البحوث أن يمكن استغناء بقائمة المصادر يمكن اعتماد على مصادر ومراجع بدون الحاجة إلى إحالة كل بدون بدون قضية منهج ABA لهذه المنهج الأمريكية ولا بدون اعتماد على المنهج العربي وتوثق تحت في الأسفل ما له الدعم نعم ما إجبار طبعا الشخص الذي وثق بهذه الطريقة ممتاز نعم ولكن يقول لك التعليف أنت أعطيني على أقل شيء قائمة مصادر ومراجع صحيح صحيح فيمكن يرفض لكتابنا هذا ويضع من ميزة الوزارة ولو يزكي الوزارة أن خلت تعاملهم معهم أنهم يعني لا يرفضونا مباشرة نعم وإنهم يرسلونا ملاحظة ولاحظات إذا تم التعديل هذه الملاحظة مباشرة يقبل الكتاب جميل إلا من تتم تبعا للتعديل يرفض الكتاب جميل ويعني موضوع متروك أيضا للمؤلف نعم يعني من لديه مثلا وجهة نظر أخرى لابد أن يحاول يقنع الجهات الاختصاصية جميل طيب استهسيف الآن بعد ما ينتهي مثلا المؤلف من كل هذه الخطوات وأصبح أيضا كتابة جاهزا للنشر ما هي أنظمة وعقود التعامل مع دور النشر يعني هل هناك نظام معين يحفظ مثلا حق الطرفين أو مناصفة أو ما شابه نعم كل مكتبة وكل دار نشر داعها نظام نعم سياسة خاصة هذه السياسة خاصة ولا يمكن تدخل في هذه السياسة يعني أنت عند بدك نظام هذه المكتبة توكّ على الله جميل ما عدا بالتكشوف النظام الأخرى في نظام هناك بعض المكتبات مثلا أن تعمل مثلا اتفاق على السنة أن مثلا هذا الكتاب عدام يطبع عندي أنا موزع الرئيسي وإن تأخذ كمية 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 من النسخ وأنا أخذ كمية من النسخ وفي بعض الأنظمة نظام مثلا 80 في 20 يعني المؤلف يتحمل 80% ويأخذ 80% من النسخ والدار تدفع تساهم 20% وتأخذ 20% من النسخ وكل واحد مسؤول عن النسخ ما لتبقى فقط حقوق النشر لدى الناشر حتى نفاد كمية للطرفين نعم نعم يعني إذا طبعت طبع 1000 يأخذ الناشر 800 المؤلف 800 والناشر 200 نسخة الحقوق تبقى لدى الناشر حتى نفاد كمية للطرفين ممتاز نعم لما تنفد يتيح للمؤلف مثلا التوقع إلى دار نشر أخرى أو ينشر بنفسه أو يرقع للطبعة الثانية في نفس الدار وأحيانا تكون بانتهى لأجلين مثلما يقال إما بمرور السنة أو سنتين وثلاث سنوات أو إن بنفاد لكمية على حسب الاتفاق وفي نظام آخر مثلا النظام آخر إن المؤلف يتحمل كل شيء نعم الناشر طبعا هو ما يسوق وموضوع التسويق لابد يعلم المؤلف إنه تعاوني ولكن الكتاب الذي يبيعه المؤلف المكتبة الناشر تأخذ 40% الناشر الناشر يأخذ 40% حتى إذا كان حتى إذا كان إن المؤلف هو الذي تحمل كل شيء نعم نعم فهنا إن الكتاب الذي يبيعه المؤلف المؤلف يأخذ 60% والناشر يأخذ 40% من الأرباح أو من قملة المبالغ من السعر البيع نعم يعني هذا الكتاب تم تسمة ثلاث ريالات إذن 40% يذهب إلى الناشر و60% للمؤلف هذا في اتفاق 28% لا هذا في اتفاق آخر نعم هذا نظام آخر أما الذي الكتاب الذي يبيعه الناشر فإن الناشر يأخذ 40% والمؤلف يأخذ 60% هذا أيضا اتفاق موجود وفي نظام آخر نظام مناصفة نعم يعني الناشر يتحمل 50% والمؤلف يتحمل 50% من التكلفة الجمالية التكلفة الجمالية لطباعة الكتاب لطباعة فقط أو حتى مرحلة التصميم والمراجعة بعضهم الشامل وبعضهم فقط طباعة نعم واضح نعم فكل واحد مسؤول عن النسخ الموجودة عنده البعض منهم تبعا يكون الحقوق للمؤلف نعم وبعضهم حقوق مشترك وبعضهم حقوق ترجع إلى الناشر لا يمكن طباعة هذا الكتاب لنا فاد لكمية بين الطرفين جميل وفيه طبعا أن كل شيء يتحمله الناشر 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 يعني المكتبة 100% يعني فقط يجيب تأليفه ويعطيه للمكتبة المكتبة وكلها هي تتحمل كل شيء هنا كل شيء نعم هنا الاتفاق مثلا الاتفاق هنا يرجع الاتفاق أن هذا الكتاب طبعا أنا كلفني طباعتك الناشر كلها في 500 ريال نعم أو 600 ريال طيب إذن أنا سواء طيل المؤلف 200 نسخة نعم وانتهى الموضوع حق لا يوزع مثلا على أقاربة أو يبيعها لا خلاص 200 نسخة له مطلق الحرية مطلق الحرية لكن لا يسني عن بقية لا يسني عن بقية النسخ تكون كل أرباح أو غيرها تعود إلى دار النشر كامل نعم 200 نسخة وفي حال أن المؤلف أراد مثلا شراء الكتب يمكن أن يأخذ بنظام الجملة الموجودة للنشر ولبعض منهم يقول 15% فائدة في كل كتاب لبعض منهم بعض المكتبات يقول أنا أتبع هذا الكتاب ولكن لك فائدة أو لك فائدة من هذا الكتاب 15% هذا الكتاب تم تسعيل ثلاثة ريالات ولكن 15% من قيمة هذا الكتاب ولكن 50 نسخة إهداء 15% هذا بعد نفاد الكمية نحسب 15% نرطيك المبلغ ممتاز ولا يمكن طبعا طبعا هذا الكتاب لبعض نفاد الكتب وفي نظام آخر نطبع نحن ألف نسخة وخذ 300 نسخة و200 نسخة وكل حد نفسه فنظام متاح ممتاز وفي نظام آخر هو نظام نعمل به هنا دائما أنه يتحمل لمألف كل شيء من ألف إلى اليعم ويتحكم في كل شيء وماذا تستفيد دار نشر في هذه الحالة دار نشر تستفيد أنه هي خدمة تم تقديمها وكل خدمة تأخذ لها عمولة نعم والشعار يكون موجود والشعار علامة تجارية نعم علامة تجارية موجود وهذه العلامة تجارية هناك في فهم خاطئ إن الشعار هذا بعضهم يتوقعوا إن هذا من مصلحة الناشر فقط نعم وهذا تبعنا أيضا صورة ذهنية خاطئة لعلامة تجارية لذلك لا أدر هذا النقطة سوف نتحدث عنها ولكن العلامة تجارية هي من مصلحة المؤلفة ليس من مصلحة الناشر فقط لذلك تنتبه الذين نشروا كتبهم بدون علامة تجارية يعني وقعوا في بحضورات كثيرة يعني في إشكاليات نعم فهذا ما يستفيد عن الناشر وكذلك يستفيد في قضية نظام التسويق الشامل نظام التسويق كيف يعني نظام التسويق الشامل هو الموزع الرئيسي الموزع الحصري للكتاب هو المسوق الحصري للكتاب المؤلف نفسه الناشر الناشر يستفيد المكتب ويستفيد الناشر هنا إن في حال صار هو مسوق أو الموزع الحصري للكتاب إنه يستفيد أيضا هنا طيب ساسيف يعني الآن الكمية بالكامل هي مملوكة للمؤلف نعم دار النشر خلاص أخذت يعني نصيبها وأخذت عمولتها من عملية من إجراءات الطباعة إجراءات الطباعة والتنسيق وغيرها من الأحيان الآن مرحلة تسويق إذا أحب أيضا المؤلف إذا أحب المؤلف نعم أراد أن صاحب هذه المكتب أو الدار نعم أن تسويق إذا تأخذ خمسين في المئة من قيمة الكتاب المبع نعم لكن هنا الكتاب الذي تم بيع عن طريق دار النشر خمسين في المئة خمسين في المئة نفترض دار نشر باعت مثلا مئة نسخة نعم إذن الناشرة تستحق خمسين في المئة من قيمة المئة لأن طبعا يتحمل موقع ويتحمل راتب بائع وربما المشاركة في معرض الكتاب وغيرها من الأشياء والتخزين والتخزين كذلك كلها تكلفة وأحيانا في بعض الدور نشر خارجية تطلب كتب نعم إذن من يتحمل شحن هذا الكتب؟ الموزع دار نشر جميل جميل واضح فهناك فيه التزامات ملوى وقضية إذن قضية التخزين نعم لما يدخل في نظام تسويق الشامل إذن من ضمن الحوافز هنا يمكن تخزين الكتاب ممتاز وفي عالم زيادة الكتب وارتفاع عدد الكتب لدى دار النشر نعم كتكون بعض المعارض لا تسمح بجميع الكتب أن تشارك نعم فمعيار أخذ الكتاب إلى المعارض هي النسبة الأكبر واضح ايوه ففي مبررات هذه النقطة إذن مبرر آخر أنا كموزع الحصري إذن تتعامل مع مكتب أخرى نظام المكتب الأخرى أنا لا أعرض أي كتاب إلا بنسبة 30% 30% إذن أنا إذا أعطيت هذه المكتبة 30% تبقى لي 20% فهنا أنا مجازف عندي فالربح الدار النشر هنا الربح قد يكون فردي يعني من الأفراد نعم أكثر شيء لكن من المعارض والفعاليات والجملة الربح يكون بسيط جدا طيب ساسيف ماذا تعني العبارة التي نجدها في الغالب يعني إما على خلف الكتاب أو في الصفحة الثانية عبارة الحقوق محفوظة للنشر أو المؤلف ماذا تعني هذه العبارة وتحفظ حق من هذه العبارة يعني بعض الناس يمر عليها مرور كرام قانونية أن هذه العبارة في الأرص لا تكتب إلا لو إن المؤلف وثق فعلا كتابة الجهات الرسمية إما جهة واحدة أو جهتين يعني دائرة الحقوق الملكية الفكرية تقصد؟ الجهة الأولى هي الجهة التعني بالنشر هي وزارة العلامة فرقم إيدال محلي ودولي هذا ينفع أنك أنت تستخرج وتطبع لكن مثلا شخص لا يريد يطبع الكتاب يمكن قضية دار الملكية الفكرية ومن أراد أن يوثق كتابه بكل طرق طبعا وزارة العلام ومن ثم يذهب إلى الملكية الفكرية هذه العبارة أن اليومنا منع باته تصوير هذا الكتاب نسخ هذا الكتاب طباعة هذا الكتاب أو إعادة طباعة هذا الكتاب تسويق هذا الكتاب تداول هذا الكتاب إلا بموافقة خطية من المؤلف أو الناشر نعم جميل وكذلك نقل المعلومات فيه بدون إسناده إلى هو صاحب الكتاب ممتاز ممتاز واضح فهذه العبارة يعني تلخص هذا الكتاب لكن لا بد من اتفاع الإجراءات القناة بعض المؤلفين يمكن لا يأخذون موافقات وزارة العلامة وغير ثم يأتي بحقوق محفوظة للمؤلف طيب ماذا دليل؟ صحيح أتفاع الكتب الإلكترونية نعم هل نشر هل المؤلف ينشر بنفسه؟ أو إنه يتعامل مع هذه المكتبات الإلكترونية؟ طيب إذا كان أقصر من هذا السؤال تعامل المؤلف مع المكتبات الإلكترونية فهو لا يعني يختلف تماما عن تعامل مع المكتبات الواقعية الموجودة في عرض الواقع واضح من حيث لا بد أن أحسن الاختيار واضح أعرف أن هذه المكتبة ومن صاحبها وأنا ببيانات تلقين أعرف أن نظامها التسويق ومن ثم أيضا أوثق ممتاز دائما أنصح أن المؤلف يفاوض المكتبة سواء كانت إلكترونية أو مكتبة عادية أن تأخذ النسخ نقدا نعم وبعرض خاص وفي النهاية خلاص تكون العملية انتهت تمت انتهت نعم بدلا لا يقلس يسأل عن حقوقها فيما بعد أو نعم إن لم يكن هذا إذا تعطت المسألة نهيش قضية نظام نظام الأمانة وأيضا هذا في النظامين أيضا في نظام إنه هو صح نظام العرض ولكن في فترة زمنية محددة هذه الفترة إما دفع جزء من المبلغ طيب أو بنفاد هذه الكمية أو إنها بمدة معينة ولكن يعتبر بيع قطعي بيع قطعي بيع قطعي بيع قطعي وهذا اللي يطلق الجامعة في الإنجليز الكريدت يعني هذا الكتاب يوضع مع هذا الكتاب أنا أبعلك يعتبر بيع قطعي ولكن يدفع المبلغ بعد شهرين نعم تعطيني المبلغ كامل أيضا هذا النظام مريح يعني هذا أشجع عليه لو صار يعني فارض المكتب إما بدفع مباشرة أو أعطموه لشهرين أو ثلاثة شهر لاستلام الحقوق أو استرقع النسخ الغير مباعة لا هو يكون لا بيع قطعي خلاص بالكامل هيو أعطيك خمسة نسخ ما يسترقع أي نسخ لا يسترقع شيء بعد شهرين أو ثلاثة شهر خلاص أعطينا مبلغ مالي طيب ساسيف ما هي أشهر المتاجر الإلكترونية مثلا لبيع الكتب لا أريد أن أذكر المتاجر بالصفة لكن هي متاجر كثيرة نعم ولكن أنا دائما أنصح تعامل مع المتاجر الموجودة في بلادك وهل فعلا موجودة شيء متاجر عمانية في بعض المتاجر الإلكترونية بعض إذا قلنا موجودة نعم ثم ما هو الآن في عالم التكنولوجيا أيو يعني وحقيقة من خلاله واقع أن المكتبات الإلكترونية المتاجر الإلكترونية أصبحت ناجحة ربما أكثر من المكتبات الواقعية جميل يعني فيمكن استثمارها ولكن مثل ما قلت يعني مخاطر كثيرة في التعامل مع هذه المتاجر يعني قضية الملاحقة القانونية فلابد يكون فيه التوثيق ممتاز إنسان ولكن مثل ما ذكرت من التوثيق لابد منها لكن إذن مخاطر أشد بكثير من التعامل مع المكتبات الواقعية جميل جميل طيب سلسي في ختام هذه الحلقة نريد أن تعرفنا كذلك على كتبك التي أيضا تأخذ بيد الكاتب حتى يؤلف كتابه بشكل جيد نعم هذا الكتاب حلمي أن أؤلف كتابا ولكن 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 طبعا ولكن عدى في أكثر من سؤال وتساول هذا الكتاب تشرح خطوات التأليف من الصفر إلى النهاية جميل وفيه التجارب ما ذكر في هذا الكتاب أغلبه لم يتطرق إليه الكثير ممتاز وفيه شرح الحقوق المؤلف وفيه حتى مرسوم السلطان في حقوق المؤلف وإيضا فيه قصص ومواقف معينة مرأة لبعض المؤلفين إضافة ذلك فيه شرح وافي لأنظمة المكتبات سواء كان في الطبع أو في التسويق بشكل مختصف هذا الكتاب يعتبر جزء الثاني وهو؟ كتابي كيف أقوم بتسويقه كتابي كيف أقوم بتسويقه الآن الشخص حقق حلمه في التأليف هذا الكتاب نعم وأنا دائما أقول أن تسويق مرحلة التسويق لا تقل أهمية مرحلة التأليف نعم ولذلك هذا الكتاب دسم لأن جميعنا جميع الأفكار في التسويق ويمكن أن بهذه الأفكار أن المؤلف يستطيع أنه يسوق بطريقته الخاصة وأيضا يمكن اعتماد على المكتبات كنوافذ للتسويق في الأصل اللي كتابين هذا عبارة عن كتاب واحد كتاب واحد ولكن الأغلبية يحلمون بالتأليف نعم أصبح هم كبير اختصارا للموضوع فصلت لهم هذا وبعد ذلك يات هموم المؤلف نعم هم أنا الحين ألفت طبعت ألف نسخة وعلفين نسخة وين أودّيها وين أودّيها وين أخليهم وين أخزنهم نعم فأنا أعطيتهم أفكار مثل ما أعطيت أفكار واستعدت في خطوات التأليف أيضا أعطيتهم أفكار في التسويق وهو حقيقة الكتابين من أفضل ما كتبت في هذا الميدان لأن جمعت فيه المعرفة التي اكتسبتها في عالم التأليف والتسويق والخبرة في حد ذاتها جميل فهو عبارة يعني يغلب عليه الجانب الخبر أكثر من جانب النظري المعرفة التي تنقل من هنا وهناك هم النصيحة أخيرة للقراء والكتاب والمؤلفين كذلك نصيحة ربما خليها نصيحة عامة لن تكون كاتبا ما لم تقرأ ما لم تقرأ جميل جميل يعني لذلك قبل دخول في عالم التأليف لابد أن أحبب القراءة تقرأ كثيرا يقرأ كثيرا وركز وتخصص في الميدان الذي تفكر أن تكتب فيه ممتاز هذا النقطة للقراء نصيحتي للقراء أحسن اختيار الكتاب وإذا أردت أن تعرف كيف تحسن اختيار كتابك المفضل اطلع على المقدمة اطلع على الفهرسة ابحث اسأل من قرأ هذا الكتاب نعم توصيات توصيات أو التعليقات لأنه موجودة مواقف بعض الآن الناس يحبون أن يشترون الكتب عن طريق اللعن أو منصات الإلكترونية نعم نعم قابل أن تختار الكتاب تصفح خوض عنه نبذة اطلع عليه نعم ومن ثم اختار الكتاب وهناك الآن مراقعات أيضا في يوتيوب مراقعة الكتاب الفلاني أو الكتاب الفلاني ويعرض فيه أيضا القارئ ويتنظر بالإمكان أيضا الاستئناس بمثال هذا نعم نعم أنا أعرف نفسك وأكون نفسك ممتاز ممتاز جميل لم تعرف نفسك تستطيع في أيضا نقطة ربما لا نذكرها في هذا اللقاء أن الكتابة مهارة تكتسب نعم تحتاج إلى ميران يعني تحتاج إلى هي وليست موهبة فطرية يولد عليها الشخص من شاء الله الخلاف موجود نعم مثل ما اختلفه في حل القائد يولد قائدا ولا أن القائد هنا وهنا أيضا المؤلف مهارة تكتب نعم لأنه لو قلنا أنه عبارة عن موهبة فنقلق باب المعرفة وباب اكتساب المهارة نعم فلذلك إذا أردت أن تدخل في عالم التعريف فتدرب تدرب تدرب وخذ القواعد الأساسية جميل جزاك الله خير ساسيف على هذا العطاء ما قصرت شكرا جزيلا وأتوقع أن هذه الحلقة محتواها يعني قدم فعلا مادة معرفية دسمة لمن أراد فعلا أن يدخل عالم تعريف الكتب وشكرا لكم مشاهدين ومستمعين الكرام على حسن المتابعة على أمل أن نلقاكم في مشيئة الله تعالى وتوفيقه في لقاءات متقددة من لقاءات منصة برزة تحت سقف واحد اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر